وحول دعم الدول النامية أوضح الرئيس السيسي أن تطورات الدولية أظهرت أن قصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على قضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية وأضاف أن الدول النامية تعاني من تصعض إشكالية الديون وعدم توفر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض أظهرت التطورات الدولية أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على قضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول النامية من تصعض إشكالية الديون وعدم توفر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض ومن هذا المنطلق تلك مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل المؤثر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث أليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وأليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية ترجمة نانسي قنقر